ولما بتتكلم عن هذا الموضوع أخ أمال إيه الآية الافتتاحية اللي بتخطر في بالك إنك تعطيها كعنوان كموضوع الحقيقة كولوسي 11 بيقول إيه لتسلكوا كما يحق لرأة السلوك كما يحق لرأة أحنا دعية علينا اسم الرب يسوع فلابد أن هذا الاسم الذي أحنا أحمله كمسيحي حقيقي أسلك بما يرضي لتسلكه كما يحق للرب في كل رضا عارف يقولك أنا ده كله ده بما يرضي الرب بما يرضي الله بالبساطة ده احنا عاوزين نعيش بما يرضي الله مثمرين الآية بتكمل مثمرين في كل عمل صالح ونامين في معرفة الله بما معنى أنه كلما أنمو في معرفة الله مش المعرفة عن الله معرفة الله شخصيا كلما هذا ينطبق في حياته ويترجم في السلوكيات هذه السلوكيات بتكون بركة للمجتمع اللي حوالي أكون ملح للأرض ونور للعالم لذلك أسلك كما يحق للرب رسول بطرس يعني تذكرت الآية اللي بيقول فيها أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في نمو مستمر والغرض أن نكون مشابهين صورة يسوع ده صحيح عشان كده التحدي اللي بيوجه المؤمنين أنه أحنا في هذا العالم ربي صحف يوحان 17-17 قال لست أطلب أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير هم في العالم لكنهم ليسوا من العالم فوجودنا في المجتمعات اللي بتحدينا بسهولة والثقافات المتعددة ده بيأثر على حياتنا فالسؤال هو هل أنا أسمح لكل ما يخالف كلمة الله أنه يتغلغل في شخصيتي ويترجم في تصرفاتي وأعمالي وبالتالي في أخلاقي أم العكس صحيح أنه أنا بستمد وأستنبت الأخلاق المسيحية هو من تعليم كلمة الله وأنا الذي أؤثر في هذا العالم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر